سلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد ازاكم اشوفكم باخبركم ايه يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. طبعا الخبر بتاع تغيير اسم شركة فيسبوك من فيسبوك لميتا كان من الاخبار المهمة جدا اللي سمعناها اليومين اللي فاتوا. ولكن يمكن الموضوع كان مفاجأة اكتر للناس اللي مش متابعة اخبار التكنولوجي قوي لان الناس اللي متابعة اخبار التكنولوجي بالتأكيد كان سامعت عن حاجة زي دي قريب. لان ماركز زكربرج مؤسس فيسبوك مش اول مرة يتكلم عن الموضوع ده ولكنه اعلن الخبر ده بشكل رسمي في المؤتمر اللي كان في تمانية وعشرين اكتوبر وقال ان هو هيغير اسم شركة فيسبوك من فيسبوك لميتا. والموضوع ده مش حاجة غريبة لان دي بتبقى حالية الشركات اللي بتوصل للدخامة الفيسبوك. لان احنا شفنا الموضوع ده قبل كده مع شركة جوجل اللي بقيت تحت اسم شركة الفابيت وبقت شركة جوجل ضمن مجموعة شركات الفابيت. فالله يحصل دلوقتي في فيسبوك ان شركة دي هتبقى هي الشركة تحتها مجموات الشركات اللي منها فيسبوك琳 وواتساب ومسنجر والكلام ده. وكلمة هي اختصار لكلمة كلمة او الواقع الافتراضي. وكلمة متى الوحدة في اللقا اليونانية بتعني كلمة او في ما بعض. وكلمة هي اختصار لكلمة او الكون والكلمة ما على بعضها بتعني كلمة العالم الافتراضي. برجح لا من ده يكون المستقبل التواصل الاجتماعي لان شركة فيسبوك في الاساس شركة التواصل الاجتماعي. ويمكن احنا بقى لنا فترة بنسمع اخبار صلبية عن شركة فيسبوك من تأثيرها على الترابط الاجتماعي لتسربات لبيانات العملة. ويمكن علشان كده حاول ان هو هيبعد الانزار شوية عن شركة فيسبوك لما يغير اسمها لشركة او يخليها ضمن مجموعة شركات ميتا. واللي من خلال الشركة دي هيقدر ان هو يغير المستقبل بتاع الانترنت تماما عن اللي احنا نعرفه دلوقتي. وهيخلي الموضوع كله تماما او في يعني بعد كده احنا مش هنبقى بنتعامل مع الانترنت مجرد ان احنا بنفتح في التليفون او بنقلب في التليفون وكده. لا بعد كده هيبقى التعامل مع الانترنت كله عن طريق النضارة والاجهزة بتاعت وهنبقى بندخل في العالم الافتراضي. علشان نقابل بعض ونتكلم مع بعض ونلعب ونشتغل ونعمل كل الحاجات دي في العالم الافتراضي. يعني بيقولوا عليها هتبقى الحضارة الافتراضية اللي هتحصل في فترة الجاية. فهي فكرة ثورية جدا طبعا انك انت تلغي الزمان والمكان وتقبل الشخص اللي انت عايزه في المكان اللي انت عايزه وفي الوقت اللي انت عايزه. شغال على الموضوع ده بجد جدا بقاله فترة وعنده دلوقتي الشركة بتاعت اوكلس اللي بتعمل نضارات الواقع الافتراضي اللي هي اسمها تقدر من خلال النضرة دي طبعا انك انت تلعب في بالاضافة لانك تقدر تستخدمها مع والهورايزن دي تعتبر هي حجر الاساس او تعتبر هي البداية الحقيقي انك في بتقدر انك انت تعمل اجتماعات وتقابل الناس وتشتغل معها في غرف اجتماعات تكون بتختار شكلها على مزاجك مش بس كده لانت بتقابل كمان الناس بالشخصية او بالافاتار اللي انت بتختاره لنفسك او الشكل اللي انت بختاره لنفسك وده طبعا هيفتح مجال كبير جدا لكل من كل انحاء العالم لان هما يبتدوا ان هما يعملوا شخصيات وان هما يعملوا سوق او ماركت يبيع وفي الحاجات دي وطبعا شركة مش هي الشركة الوحيدة في العالم اللي بتشتغل على الموضوع ده لان الموضوع ده فيه يمكن ست او سبع شركات متبنين وبقالهم فترة اما هم طبعا هيكون شركة اللي شغالة على موضوع ده بشكل قوي جدا وشفنا ده طبعا في اللعبة بتاعت زي ما شفنا في الحفلات او اللي بيعملوها اللي حضرها اكتر من عشرة مليون مستخدم لناس مشاهيد جدا بالاضافة لكده عندها ده اللي بتستخدمه في النهاية او ان هي تصنع او الكل اللي انت بتشوفها جوه اللعبة وبالتالي تقدر ان هي تستخدم دي في ان هي تعمل اماكن حقيقية ده غير تكنولوجي اللي هي بتقدر تستخدمها في ان هي تعمل اشكال البني قريبة جدا للواقع وبالتالي هي تقدر تستخدم الموضوع ده في ان انت تعمل افاتار ليك قريب جدا لشكلك الحقيقي ولعبة يمكن بتعتبر اكتر نموذج قريب للميتافيرس الحقيقي ده غير طبعا شركة جوجل اللي شغال على موضوع ده بقى لفترة وشركة مايكروسوفت وشركة اللي بتعمل بتاع اللي هو هيعتمد عليه جزء كبير جدا من الموضوع ده فالموضوع كبير طبعا انا شايف ان من الخطورة ان شركة واحدة بس ستبقى هي اللي بتتحكم في موضوع زي كده لان هي هتبقى بتتحكم في حياتنا بشكل كبير جدا وان كان الباحثين بيقولوا ان الفيسبوك كان سبب في انه هو هيضمر الروابط الاجتماعية او انه يبقى ليه تأثير سلبي على المجتمع فانا شايف ان الميتافيرس هيكون سبب في ان هو هيضمر الواقع والخيال مع بعض لانه بيخلق لك علام جديد تماما انت متعرفش عنه اي حاجة متعرفش الابعاد بتاعته عاملة ازاي متعرفش تأثيره السلبي هيكون ايه على الناس لكن كفكرة فهي طبعا فكرة ثورية وقوية جدا وهتوفر علينا حاجات كتير بنعملها واكيد هتسهل علينا حاجات اكتر لو عندك دلوقتي في الشغل فخلاص انت مش محتاج انك تلبس وتنزل وتروح مشوار انت بس هتسحى من النوم بتاعتك تلبس النضارة فخلاص تمام انت كده في الميتنج هتوفر طبعا فرص عمل كتير لملايين من المبدعين حوالين العالم في كل المجالات اكيد هنشوف اعلانات بطريقة مختلفة بشكل مختلف تقدر انك انت تستخدم الموضوع ده في الرياضة او تلعب الرياضة فالموضوع بقى حقيقة فعلا وبقاش افلام خيال علمي زي اللي كنا بنشوفها زمان وكلها خمس او ست سنين بيك كتير وهنبتدي نستخدم الحاجات دي فعلا اكتبوا لي رأيكم في الموضوع ده في التعليقات واتمنى الفيديو يكون قفاتكم فعلا ويا ريت ما نتنسوش اللايك وسبسكرايب وشيرو ونتابر بفيديو قديد ان شاء الله سلام